هلو شونكم ان شاء الله تكونون بخير رح ثوي دولمة مشتهين هي دولمة ورق عنب شوفوه اشترينا شيشتين هنا نقعت عدة 8 رح شوفكم باقي التفاصيل واشارككم يومي سرح فاروخن ذنى واخسلهن ونقعحن اموي بس ها قبل مروح رحيكم تضطوني لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الكل احبكم بقدر رحمة الله يا احلى عائلة يضغطوه من ضغط على مد مار يخرب شوفوه بس مجرد هيش بالسلطينة في جنعتكم هيش ملفوفات وابنات كتبولوا من موسف شون وارق عنب ومدعو شنو بباعو هيش وهاي العلبة الثانية هم كذلك شوفو بنات هلنا يجن به ان ضغط فلازم هيش بالسلطينة ساحبه هيش بسيطة تطلع عندي ما افعله ؟ اضغطها بالمي هاي بنات موان تحافظ المي مات ابل لا تخلوه دائمت ببو ارجع وغشوه يعني لا تخلو مي اضغطها جميعا نحن بالسلطينة اضغطها جميعا كما تفهمها نضغطها جميعا اضغطها كما تكسب صحيح هم لا يوجد مثل انظر التطعام سوف نقع بالماء وستقروا المحظر الطعام ويقوموا بمحظر الطعام سنقوموا بالدرمة موسيقى الآن تم ذبية مية و أضع بسط لقد قمت بإمكانكم محضرة الطعام أين هم عشاق الدورمة؟ سوف أحوكلكم الدورمة على أصولها سوف أضيف أول شيء الملح سوف أضيف البابريكة سوف أضيف الفلفل أسود وهي لدي بحارات دورمة لدي بحارات دورمة قمت بحارات دورمة أضيف الغزمة للمون ثم الثفافر المعجوون ثم الثفافر المعجوون الآن سأخلطها جيدا طبعا هذا يجب عليها بالأيد تأكدون من أديانة غاستيها مئة بالمئة وأنا بيواهز كل ساعة مود اللحم تأكدون من أجل كل ساعة تأكدون تأكدونها 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 أحسن شيء يقعد بالجاع لأن تعرفون مال الورق عنها باللف مالاتها يتأخر ليس مثل السلك السلك شوية الورق كبير وسريع فمال الورق عنها تتأخر فما عندي العضو لأصيب السلك أضعها بشعب الجدرية فحطيت قطع البكية مثل ما أرى وبدأت أضيف عليها لحم الشرح هيا الدول أبدا نهائيا لما أحترق عندي نهائيا وصارت تخبل ها تشوفون الطريقة كل السهلة بنات لأن قدتون المناسف لأنه حضر الورق عنب شاوله بشعب الجدرية بنات حضر ببتيتي بس شرحات ساوها مالبوتيتي اضخان مو خفاف على المون مو بسعي يحترق وهذا الطريقة كله السهلة جدان بكم هاي الورق مال عند المجمد طبعا الطعم مال تيخبل نفس التاشترونة يعني التازة المجمد نفس الطعم التازة انا ادربيه من يشتروا اخضر يعني ينسلبون مي وملح على مدهي يصلونه صراحا ما مجربة الاخضر مجربة بس هذا المجمد بالشياش والطعم مال تيخبل وحبينا الطعم مال تيخبل ودائما احنا نسوي من عنده وهذا شكل الدوم وشوفوها انجقة حلوة تخبر نازار عندي من الحشو وفي عندي فلفل اخضر في حشيتهم هناني شوفوا هاي شيشة ترستها مي بس مي ما حطيته ياشي وللوجه هذي في الزيت على مدهيش يبطيها اللمعة والشكل اللي يخبل وخلاص احط عليها قباق والبداية خليها على نار عالية تفور فورة فورتين بعدين انص النار وخليها على كيف تستوي تقيبا وقت الساعة وهاي الدوم غدت لكم مي لا تقولون هذي الورق ما يستوي لا يستوي بس خلوها فورة فورتين وبعدين نص النار وخلاص تطلع عدكم اطيب دومة نادا اشوفكم اياها هي على الطباخ مثل ما قلت لكم وقت الساعة وأبو يوسف سيقول لكم نادا احنا هذا ليس في الجالجا كافك تتريبا لم تحتاج تطلع صوري تطلع الكثير تطلع تطلع الفشي العالمي هيا هيا vueوني الووي شفيتوا هنا مدى الدومة لأن يا صدق الدومة صار غد Armageddon أصلت wohl في عيّان و هنا كان لدي رمان بفرطة الرمان وضعت أماتين على الدولمة فوق على الوجه أماتين ينطيها طعم و يخبر شوفوا لي هذا الشكل الدولمة أولي وسوف نرى بطل البيبسي و أبرب أمي هي له بيبسي و هي له لبن و هي واحدة من الاثنين ولكن بالنسبة لي لا البيبسي نوبات يعني نحط اللبن فإذا ما عندنا اللبن يشربوا إياها بيبسي بس كتبوا لي شون رعيكم بها بنات جربوها الطعام و يخبل و يجنن و أكو متابعة طلبة منعن بي أسوي لها مرقة البانية بدون لحم إن شاء الله عن قريبة سوي لك مرقة البانية بدون لحم و هنا أنا ورا الدولمة راح أسوي القهوة الشكلية ساعدي هذا المقدار من الشكلية و هو مطهوم المقدار من الشكلية الخطر و يجنن ماذا يحضر؟ المطهوم هذا المقدار من المطهوم متابعة راجعة و هل سيتعالي ماذا يحضر؟ المتابعة من المحضر بشكل اضع نوعية الكاكوة الكاكوة اضع نوعية الكاكوة التي ستستعملها اضع الكاكوة التفضل اضع الحليب اي نوعية حليب اضع الكاكوة اضعها الارض واننا نصبح chamang اضع الماء يعني بما يضع نطيع الطباء ونخلطها على البارد ثم نخلطها على البارد وهنا بنات تشوفوا طريقتي بالقهوة تشكليتية بالبداية خليها على نار عالي حد ما تقوم بتغليه بعدين أبدي أصعد الدلة لي فوق الحد ما تاخذ رغوة لي أريدها بنات هاي الطريقة ناجحة وتخبل يعني ما خليها على الطباخ شوفوا هاي طريقتي أنا بالقهوة هاي الطريقة تبطيها طعم ويخبل ما تاخذ منع لكم وقت ولا تعب لكم خمس زغائق ومن التعبون وتسووا مثلي نزلوها على صفحة وارتاحوا ورجعوها فوق على العين مثل ما أنا هستداء أسويها جدامكم شوفوا الفرق بين ما تخلوه على نار هادئ وبين هاي الطريقة هاي الطريقة أطيب شي للقهوة سهمكم العافية أكيد واليوم أكلاتنا كلها مشهية ولذيذة وأكيد جواعدكم سهمكم العافية ويا رب يرزقكم من أوسع أبوابه بحق محمد وآله محمد وهنا نفرغتها بهذا القور الحلولي خبل وطبعا هاي الطريقة لنبين أكاس مثل ما تعرفون وهذا شكل القهوة سهمكم العافية ومكانكم خالي وليهنا خلاص الفيديو أترككم في حفظ ورحمن ومآله السلام حبايب جمع ترجمة نانسي قنقر مهمة شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر